معي أربع كبيات كبار من الدقيق الدقيق اللي معايا ده مكتوب عليه بيتزا أو مكتوب عليه لجميع الأغراض تمام؟ ظريف جداً عايزة تستغنمي برضو دقيق يكون مكتوب عليه كحكة وبسكوت برضو مفيش مشكلة يعني كل أنواع الدقيق في الحكاية دي هتنفع سوى إذا كان دقيق مكتوب عليه بيتزا أو دقيق مكتوب عليه كحكة وبسكوت أو لجميع الأغراض تمام؟ لأن احنا القرائش بنعتبرها زي البسكوت مفيش فيها مشكلة بس لو عمدك الدقيق اللي مكتوب عليه بيتزا وعايزة تستخدميه هينفع برضو مفيش مشكلة تمام؟ أربع كبيات دقيق هنحط عليهم رشة ملح طبعاً وهنحط كمان معلقة صغيرة من الشمر المطحون ومعلقة صغيرة من الينسون المطحون أنا دايماً بعمل إيه؟ بجيب الشمر والينسون يكونوا صحاح وديهم تحميسة خفيفة كده على النار من غير زيت ولا أي حاجة فبطاصة كده بس إيه؟ أشم رحتهم أول ما يتحمصوا كده يعني أي رطوبة منهم تروح وياخدوا كده إيه؟ يعني لون خفيف قوي بقوم على طول حطاهم على المطحنة وأطحنهم فبيبقوا بودرة بقى نعمة جداً بيبقوا هيلين في الأرائش أو مش تريهم جاهزين على طول مطحونين مفيش مشكلة إيه لي رايحك؟ تمام؟ وبس أولاً بيبقى فيه مشكلة واحدة بس لما نحن بنتحنهم في البيت بتعودي مثلاً لن يجي عشر تيام ريحة الشقة كلها شمر وينسون المطحنة بقى بتاعت الخلاط دي مهما نضف فيها الشمر والينسون ريحة هم لزقة فيها آخر حاجة فبتاخد وقت كده عبارة ما إيه؟ عبدالات حد بقى فيهم أي حاجة إيه لغاية ما اللون يروح والريحة كمان لكن لو عايزين تعملوا كده وتمام يلا بتطبع الله وفيش مشكلة هنحتاج كمان معلقة كبيرة من السمسم هنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة معلقة كبيرة من السكر ومعايا نص كباية سمنة من العلبة كده على طول ونص كباية زيت تمام؟ وشوية مية دافية للعجن حسب بقى يعني احنا هنلم العجينة بكل الكلام الحلو ده ونشوف هتحتاج مننا مية الدقيق وبس خلاص بصفة ظريفة جدا هتعملوها هتنبسطوا منها قوي إن شاء الله نطلع البولة الكبيرة الحلوة دي ونحط الدقيق ورشة الملح ونضيع الملح كده في الدقيق ونحط بقى كل المكونات الخميرة والسكر والشمر والينسون والسمسم فاضل معنا السمنة والزيت هنحط السمنة كده سأنا عايز أجيب الأول قبل أباهد الإيدي عايز أجيب المية جنبي كده مش لازم أباهد الإيدي ممكن أحط باللسباتيولا مش عارفة مالي يلا هنحط سمنة نص كباية سمنة على طول كده من العلبة ونص كباية زيت كده هو ونقلب الكلام اللطيف ده وبعد كده بقى هتدخل بإيدي ويكون معايا مية دافية علشان نكمل عجن بقى في الكلام الحلو ده قبل ما أحط مية لازم كده أفضل إيه أفرق فيهم زي ما إنتوا شايفين كده علشان السمنة والزيت وكل الكلام الحلو ده إيه يدخل في حبات الدقيق كلها كده هو قبل ما نحط المية خطوة مهمة عشان تطلع معاكي القرائش كده إيه نعمة كده ودايبة وجميلة ومسكة نفسها تطلع معاكي طعمها حلوة قوي بصوا شكل الدقيق اختلف إزاي هو ده بقى شكله وده لونه كمان علشان إيه الشمر واليانسون اللي احنا حطناه أهو والمية الدافية بقى حد كده شوية بشوية وعجن لغاية ما تبقى معايا عجينة متماسكة ما بنعجنهاش قوي لإن إحنا زي ما متفقين لبسكوت أو يعني من البسكوتات مش معجنات ما بنعودش نعجن فيها قوي إحنا عايزينها بس كده تلم معانا بس تبقى طارية ما تبقاش نشفة كده أهو أول ما بتلم معانا خلاص شكرا ما بنزودش حاجة خالص أهو وصفة خطيرة كده لمت معانا وتمام التمام زي ما قلتلكم ما بنعودش بقى نعجن فيها كتير ولا حاجة بنغطيها ونسيبها تخمر إحنا حطناها خميرة وعجنينها بمية دافية هتاخد لها تقريبا نصف ساعة ممكن أكتر شوية وتبقى جاهزة بقى على طول إن إحنا نبتدي نشكلها برحة نشكلوها زي ما انتوا عايزين أنا هعمل شكل بسيط عادي خالص أحلوة بقى مع الشاي الصبح أو وقت العصاري كده اللي هو بعد الغدى بساعتين ولا حاجة مع كوبات الشاي برضو أوف العشا أي وقت تبقى لذيذة أهو بصوا خمرانة وخطيرة أهو يجي هنا بقى كده عند القرمة الحموة دي رشد دي خفيفة كده أعفرها بس كده بالدين وأنا أعملها بأسهل طريقة عادين طبعا تفردوها بالنشبة أوكي أنا هفردها بأيدي ما فيش مشكلة مش هعملها رفيع قوي لإني هخليها على تخنها ده أنا مش هعودة برمها بقى فاهمين قصدي فمش هي مش هخليها رفيع قوي كده إن إحنا مش هنحشيها حاجة كده مثلا ومعايا السكينة ومعايا صنية الفرن ونقطعها كده مثلا كده هون بالشكل ده ونبتدي مثلا إيه نقطعها كده أو تقطعوها أنتو أي شكل تحبوه زي ما تحبوه لازم تعملوها طويلة بقى براحتكم كده هون وناخدها كده إيه نرصها في إلصاد كده زي ما انتو شايفين بالشكل الحلو ده وفرن سخن درجة حرارة 180 هندخلها في الرفل في النص هتاخد لها تقريبا يعني 25 دقيقة بالكتير ويمكن أقل حسب بقى الفرن عندك أنت تبعيها من أول 20 دقيقة لغاية ماكسموم 25 دقيقة كده ولا هندهنها بحاجة على الوش ولا أي حاجة خالص هتطلع معاكي طعمها يجن تحطيها كده بقى في علبة ولا حاجة وتبقى جاهزة للشاي بلبن أو للشاي اللي بالنعنع أي حاجة خطيرة وإحنا طبعا عاملين هناك طبق لطيف قوي من الأرقيش والستاذ أحمد هيجيبها لكو حالا علشان تعملوه وتجربوها ينتم بسط منه قوي وبالهنة والشفا هتحلنا كده أستاذ أحمد كان بودي يرش عليه حاجة بس أكيد مش هرش بقدونس يعني ما ينفعش ولا إيه ريكة أستاذ أحمد بقى النبل بقدونس مع الشاي حلو برضو والله جميع أنتو ظلمين إن شاء الله تجربوا الوصفة وبالهنة والشفا الحلقة خلصت عملنا أول وصفة مع بعض طاجة الأوانس بالسلسة أو بسلسة الطماطم خطيرة حلو جدا جدا وسهل ونخلص الغداء أوام أوام جربوه بالهنة والشفا والوصفة التانية عملنا الأرقيش بالشمر ونيانسون زي ما شفتوا عاجينة بسيطة مكونات عادية جدا طعمها حلو ونبقى في البيت كده عندنا أرقيش كده حلوة وبالهنة والشفا بشكركم جدا أنتو تتفرجوا علي شوفوني كل يوم ساعة واحدة ونص على قناة النهار في برنامككم أكل بيتي باي باي